سجل هنا بعين عراقية تدقق في عدسة المجهر أن إنجازاً موصرياً غير العالم في اكتشافات أدوية جديدة ولا غربة أن يصبح العراقي بن الموصل المدينة التي اكتوت بداء الموت أن يصبح من منقذي البشرية في أن يصنع هو الدواء متوجاً بجائزة أفضل عالم شاب في العلوم العصبية والتي منحتها المنظمة الدولية للكيمياء العصبية وعين العالم العراقي الشاب معتد سلمان لم تغفل منذ أن حصل على المركز الأول في كلية الصيدلة من جامعة الموصل عام 2007 إلى أن وصل رحابة جامعة شيفيلد هالم البريطانية ليتخطى دراساتهما بعد الدكتوراه في هارفورد الأمريكية كبير الباحثين وقائد فريق بحثي في قسم علم وظائف الأعضاء والوراثة في إكسفورد البريطانية العريقة أيضاً سلمان الذي نطق شعراً عن كبار النفوس لن يزعج الشاعر إن قيل وإن كانت النفوس كباراً لم تتعب في مرادها الأجسام سيما إن كانت الأجسام والعقول موصلية حد النخاء عراقية لا تضعف همتها وكفاءتها أمام أخطر داء واجهته البلاد فخرج من رحمها عراقي صنع الدواء ليس لعراقه إنما للبشرية معلناً أن هنا العراق حي لا يموت وفي أول تقرير ناطق بالعربية تعده غرفة أخبار التغيير عن إنجازات معتد سلمان يحق للعراقيين أن يزفوا اسمه فخراً بين الأمم ويحق لسلمان أن يتربع على عرش علماء الزمن الحديث عاماً بعد عام اشتركوا في القناة